طيب بداية كده عندنا خبر يعني شايفة انه مش غريب ان احنا نتوقف عنده لانه هذه الاخبار تقررت كثيرا فيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي بالنسبة لمحمد رمضان محمد رمضان يواجه تهمة التهرب من الدرائب الحقيقة جهات التحقيق حققت معاه وقررت انها تبعت ملفه لمصلحة الدرائب عشان تستعلم عن امواله الخاصة وهترجع تهمة تاني بعد كام يوم لما تقرير الدرائب يوصل لمحمد رمضان حسب الاتهامات اللي تم توجيهها ليه انه هو متهرب من دفع 7 مليون جنيه درائب من سنة 2017 وانه قدم خلال الفترة دي مستندات ضربية مش مظبوطة لكن محمد رمضان في التحيات نفى ده تماما وقال انه سدد كل المبالغ اللي عليه للدرائب ومعليهوش اي حاجة طبعا جهات التحقيق هي اللي هتفصل فيها بيه التهم ولكن المشكلة انه محمد رمضان نفسه عمل قبل كده فيديو قال فيه انه عنده فلوس في بيته اكتر من الفلوس اللي موجودة في حسابه في البنك طبعا الدرائب كانت محسوبة على اساس فلوسه اللي موجودة في البنوك واضح انه قضية تهرب محمد رمضان من الدرائب ربما تشهد فصول جديدة خاصة بعد ما الدرائب تقدم تقريرها لجهات التحقيق والحقيقة هو الفيديو اللي عمله هو اللي فتح عليه كل هذه الاتهامات ترجمة نانسي قنقر